سنعرض اليوم صورة كونية أذهلت العلماء تم نشرها في الأيام القليلة حول الحبك في الكون الحقيقة هذا البحث أيها الأحبة بدأ العلماء بدراسته منذ البدايات المبكرة للقرن الحادي والعشرين يعني منذ عام 2000 أو قبل 2000 بقليل حتى اليوم يستخدمون السوبر كومبيوتر ويستخدمون عمليات برمجية معقدة لرسم هذه الصور ولكن المفاجأة اليوم أن هذه الصورة هي صورة حقيقية صورة حقيقية التقطها علماء من فرنسا سنتأمل هذه الصورة أيها الأحبة التي أذهلت العلماء انظروا أحبتي في الله من النجوم وبخاصة النجوم القزمة انظروا أيها الأحبة كم هذه الصورة رائعة جدا الحقيقة من أروع الصور التي تم التقاطها في القرن الحادي والعشرين انظروا هنا أيها الأحبة كل نقطة يعني هذه النقطة الصغيرة هي مجرة أو تجمع للمجرات هذه النقطة هنا تجمع للمجرات هنا النقاط الصغيرة جدا التي لا نكاد نراها هي مجرات كل مجرة فيها بحدود 100 ألف مليون شمس كشمسنا يعني هذه النقطة الصغيرة التي نراها هنا مثل ذرة صغيرة نراها هذه ليست نجما هذه مجرة فيها ربما مئات المليارات من النجوم أو الشموس لأن الشمس سخرها الله لنا هي نجم بالنتجة نجم مثل بقية النجوم الشيء المحير أيها الأحبة أنه لا توجد قوة في الكون تستطيع أن تتنبأ بهذه البنية الكونية النسيجية التي على شكل حبك قبل 14 قرنا إلا قوة الله تبارك وتعالى لا يمكن لإنسان مهما بلغ من العلم وبخاصة أن حبيبكم عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه هذه الآية في مكة المكرمة في أوائل الدعوة في سورة الذاريات سورة مكية نزلت مبكرا في مكة المكرمة حيث كان النبي يسعى لإقناعهم بكلمة لا إله إلا الله كان يريد منهم فقط أن يعترفوا بوجود الله أنزلت عليه هذه الآية العظيمة والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يعني مضطرب متناقض آية تخاطب الملحدين حتى اليوم سبحان الله كأنها أنزلت اليوم كأن الله يريد أن يقول لهؤلاء المشككين والملحدين والذين يطعنون بالإسلام ويحاولون تشويه صورة الإسلام أنتم تنادون بالعلمانية وتنادون بالعلم أو العلمانية أنتم تدعون أنكم تتبعون العلم والحقائق العلمية من يستطيع أن ينبئكم بصورة كونية أنتم من التقطها عام 2021 من يستطيع أن يتنبأ بهذا الحبك الكوني هذه البنية النسيجية الكون قبل 14 قرنا وفي مكة المكرمة وفي ظل بيئة تعبد الأصنام في ظل بيئة متخلفة جاهلة يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السماء ذات الحبك انظروا عظمة هذا النبي كيف يريد أن يرتقي بهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي بكم أيها المشككون يريدكم أن تنظروا إلى أسرار السموات والأرض لذلك عندما اتهم هؤلاء الملحدون والكفار اتهموا النبي أنه جاء بالأساطير كما يتهمونه اليوم على الإنترنت والفضائيات أنه يروج للأساطير وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أمره أن يقول قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الله الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم أسرار السماوات والأرض ويعلم هذه البنية النسيجية التي يسميها العلماء اليوم الحبك الحبك الكونية هذه البنية النسيجية هذا السر الكوني أنبأكم عنه القرآن إذا أردتم أن ترتقوا بأنفسكم وتفكيركم وأن ترتقوا وتسموا إلى السماء فانظروا إلى هذه السماء وإلى أسرار السماوات والأرض ولكن على الرغم من إلحادكم الله غفور بكم على الرغم من جحودكم الله رحيم بكم إنه كان غفورا رحيم سبحان الله نداء في قمة قمة الرحمة لذلك أيها الأحبة أنا دعوني فقط أقرأ لكم حرفيا من هذا الموقع الفرنسي ماذا وجد العلماء هذه الصورة أيها الأحبة التقطت عن طريق وكالة فضاء الأوروبية طبعا ESO والفريق اتخذ خطوة جرئة بتوجيه التليسكوب إلى منطقة محددة لأكثر من 140 ساعة يعني هذه طبعا الصورة لا ترها بعينك نتيجة تسليط تليسكوب على منطقة محددة لمدة 140 ساعة متواصلة وأخذ طبعا ملايين الصور وملايين الحسابات أجريت حتى قاموا برسم هذه الصورة ولكن هذه الصورة حقيقية لو قدر لأعيننا أن ترى بالتصوير البطيء لرأينا هذه الصورة أو لو قدر لأعيننا أن ترى مثلا ملايين الصور المتتابعة أن يحدث لدينا تجمد في الزمن أثناء الرؤية لرأينا هذا الشكل الحبك انظروا كيف أن كل خيط من هذه الخيوط هو عبارة عن مجرات صغيرة حجم المجرة يمكن أن يكون بحجم مجراتنا أو ربما أكبر المجرة فيها 100 ألف مليون نجم تصوروا يا لحبة هذه النقطة الصغيرة هذه مثلا النقاط الصغيرة انظروا هذه الخيوط خيوط كونية تنتشر وتتجمع هنا على شكل عقد في بعض المراكز وينطلق منها هذه هذه الخيوط كلها خيوط كونية تدعى خيوط كونية عظمى لذلك القرآن ينبئك بأشياء لا تراها بعينك هذه قوة الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى لذلك يقولون هنا 40% من المجرات التي اكتشفتها هذه الصورة ليس لها نظير في صور مرصد هابل المتوضع أيضا في الفضاء طبعا هنا أيها الأحبة يقولون استغرق الأمر ثمانية أشهر لتنفيذ هذه الحملة من المراقبة المستمرة والاستثنائية الحقيقة وتبع ذلك عام من معالجة البيانات وتحليلها يعني سبحان الله أنتم ثمانية أشهر 140 ساعة توجهون المرصد إلى السماء وثمانية أشهر من التصوير والتقاط الصور ثم عام كامل لتحليل البيانات وبعد ذلك وجدنا كما يقولون أن هناك خيوطا في الكون خيوط مادتها المجرات الخيوط تمتد لملايين السنوات الضوئية أيها الأحبة كل خيط كوني يعني أبعاد كبيرة جدا لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون هنا أيها الأحبة يقولون كشف هذا الشكل عن عدد كبير من المجرات القزمة مجرات صغيرة لم تكن معروفة في الماضي عدد هائل في الكون يعني نحن الآن نقول هناك 100 مليار مجرة في الكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير أيها الأحبة هذه المجرات القزمة التي اكتشفت حديثا يعني انظروا إلى هذه الصورة الكونية الرائعة أيضا التي عرضها الموقع الصورة كونية رائعة فيها العديد من المجرات هنا تظهر المجرات أيها الأحبة يعني مثلا هذه هنا عبارة عن مجرة ولكن هذه المجرات لا تظهر في الصورة السابقة في الحبوك صورة الحبوك إلا كنقاط صغيرة جدا لذلك أيها الأحبة الصورة الحقيقة كشفت أسرار كثيرة في الكون وأكد العلماء أنها المرة الأولى التي يحصلون على الصورة عالية الدقة لهذه الدرجة لشيء اسمه الحبوك أو كوسمك ويب وأنا لحظت من خلال اطلاعي على الدراسات الحديثة والأبحاث التي نشرت حديثا حول هذا الحبوك أنهم يستخدمون كلمة ويف ويف حبكة نفس الكلمة القرآنية الآن أيها الأحبة عندما نعود إلى القرآن إلى صورة الذاريات ونجد أن الله تبارك وتعالى يقول والسماء ذات الحبوك يقسم هذا الإله يقسم بمخلوقاته والله يقسم بما يشاء عز وجل والسماء ذات الحبوك كلمة الحبوك هذه كلمة جديدة تماما تماما أنزلت قبل 1400 سنة لم تكن مألوفة بالنسبة للناس كانت تستخدم في مجال النسيج في مجال الخيوط في مجال الثوب الكذا هكذا حبك الثوب مثلا أما أن تستخدم مع الكون أول كتاب يستخدم كلمة الحبوك لوصف السماء هو القرآن واليوم العلماء عام 2021 يستخدمون نفس الكلمة ليصفون بها البنية النسيجية في هذا الكون لذلك أيها الأحبة دعونا نقرأ هذه الآية قراءة تأملية تدبورية بعد أن تعرفنا على هذه الصورة الكونية الرائعة والسماء ذات الحبوك إنكم لفي قول مختلف مضطرب يعني يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الخراصون الكذابون الذين تشاهدوا هناهم على مواقع الإنترنت يفترون على الله الكذب وهكذا سلسلة من الآيات تصل بنا إلى النتيجة التي أراد الله أن نصل إليها فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هذه الآيات التي وضعها الله لكم أيها المشككون أقسم قال فَوَرَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إنه أي القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون كما أنك أيها الملحد لا تشك أنك تنطق ولا تشك أني أنطق الآن أيضا فإن هذا القرآن هو كلام الله الحق فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر